تحرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة امتثالا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالانفتاح على العالم وتتسم علاقات مملكة البحرين الدولية بأهداف جوهرها هو وحدة المصير العالمي والبشري وأهمية تعزيز العلاقات التي تخدم كافة الأطراف باحترام وتقدير متبادل اهتمام بالعلاقات وانفتاح على العالم نهج حارص عليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من منطلق سمة مملكة البحرين الرئيسية وهي أرض للسلام والتعايش والتقارب بين الجميع ودائما ما يرحب جلالة الملك المعظم بضيوف البلاد الكرام على أرض مملكة البحرين تأكيدا بأن سياسة المملكة قائمة على الانفتاح تجاه الآخرين كما يحرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الزيارة للدول الشقيقة في إطار تعزيز العلاقات والبناء على ما تحقق من منطلق وحدة المصير والتحديات المشتركة مع الدول الشقيقة كافة علاوة على الزيارات التي يقوم بها أيده الله ورعاه للدول الصديقة من منطلق العلاقات المشتركة في المجالات كافة والاحترام والتقدير المتبادل نهج جلالة الملك المعظم هو ما سار عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجزد ذلك في اللقاءات التي يعقدها سموه لمواصلة تعزيز علاقات مملكة البحرين الاستراتيجية عبر الدفع قدما بأوجه التعاون المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة نحو مستويات أكثر متانة بما يخدم المصالح المشتركة وهي الجوانب التي يحرص عليها أيضا سمو الشيخ ناصر بن حمد في اللقاءات داخل وخارج مملكة البحرين لتتضح بذلك وبشكل جلي سياسة مملكة البحرين المتزنة تجاه مختلف الدول حكومة مملكة البحرين وامتثال لتوجيهات وتوجهات جلالة الملك المعظم واسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحرص على أن تكون دائما محققة لتلك التوجهات حيث تأتي اللقاءات والمشاركات مع الأشقاء على المستوى الخليجي والعربي خير دليلا على حرص مملكة البحرين بالاهتمام بالشأن الخليجي والعربي إضافة إلى ذلك تأتي المشاركات واللقاءات على المستوى الدولي لتبرهن مملكة البحرين أيضا تقاسمها هموم العالم وتحدياته من أجل عالم يتسم بالتعايش والسلام والتفاهم المشترك من أجل نهضة البشرية